رغم ظلت المشاريع المقدمة بما يسمى برنامج إعادة الأعمار السعودي في المهرة إلا أن هذا البرنامج يطلق تسميات سعودية على فتاته من المشاريع الهزيلة في محاولة لسبغ هذه المحافظة بالسبغة السعودية التسميات السعودية المستفزة أثارت غضب الشارع المهري الذي أكد رفضه لإطلاق مثل هذه التسميات التي وصفت بأنها أكثر أوجه الأحتلال فجاجة كمان نسمع بالأعمار في الأعلان مشاريع بالمليارات وبالملايين ولم تطبق على الواقع إلى يومنا هذا بالتالي في مديرية المسيلة بخصوصا يعني ما في أي مشاريع للبرنامج السعودي ولا عادت الأعمار يعني نشأوا مدرسة وبالتالي شرطه علينا أن تكون باسم من مناطق مناطق السعودية ونحن لن نقبل وندعو كل أبناء مديرية المسيلة لن نقبل باسم المدرسة بما يعني بمناطق البلاد الاحتلال الإنسان المهري بما يملكه من تراكم حضارية يرفض كل أشكال الوصاية والاختلال ويعتز بما يملكه من تاريخ لذا جاء الرفض الشعبي طبيعيا للتسميات السعودية التي أطلقها على تلك المشاريع الباهتة في محاولة من قبل المحتل لسلخ محافظتهم من يمنيتها نستنكر قيام الاحتلال السعودي بتبديل أسماء المدارس في المارة في أسماء مدن السعودية ونعتبر باحتلال وانتهاك للسيادة ونطالب الحكومة والتربية والتعليم بسرعة الغالة أسماء الاحتلالية للمهرة تاريخ عريق ولها من المعالم والشواهد ما يثر الحضارة الإنسانية ولا يمكن لهذا الإرث العظيم أن يقبل بتسميات طارئة ودخيلة تشويه هذه الأرض وحضارتها التليدة